بمن تتميزون بالقروض تنفسوهم بروتين الحكومي شنو تتميزون فضل أستاذ وستاذ راد ببداية نميل بعدين نحجي الأمور بواقعها فضل والشق الثاني بس تكون هذه الجزئية بالنسبة للفوائد أي مؤسسة مصرفية هي تعمل من أجل تحقيق عائدات فلا يمكن أن تكون هذه القروض دون فوائد أسانت هنا من هذه الجزئية نجي جزئية الفرق قطعا هناك فرق واضح للعسف واني بالمناسبة مارد أتكلم لأننا نعتبر كل قطع مصرفي واحد حكومي أو خاص بالأخير المواطن من جاء على المصرف ما يعرف هذا المصرف حكومي أو خاص أو يمكن ما يعرف أو يمكن يعرف فبالتالي لازم كلنا نكون على قدر المسؤولية ولكن هل يوجد فرق؟ نعم أنا أفترض أن هناك فرق بالنسبة لإجراءات نعتقد أنها أسرع بشكل كبير الضمانات أقل شنو الضمانات؟ الضمانات حاليا شنو الضمانات؟ نعم حاليا الضمانات تنقسم إلى نوع يأما كفالة شخصية أي بأنه المقترض يضمن نفسه من خلال راتبة الموطن أو يكون عنده شخص موطن راتبة في هذا المصرف أو غير مصرف لضمان هذا القرض حسب الدفعات إذا كان مبلغ القرض كبير ولا تغطي لا يغطي راتب الكفيل الدفعة الشهرية للقرض فيلجأ المصرف إلى الضمانة العقارية وهذه مسألة أعتقد طبيعية يعني اليوم أنا ما معقولة كفيلة راتبة مليون دينار وأنا أقرص شخص خمسمائة مليون دينار تزديدت الشهرية مثلاً خمس ملايين طيب ما سدد كيف هذا المقترض أو الكفيل عفواً سيسدد من راتبة هذا الكم من الدفعة الشهرية لا يمكن فبالتالي ماذا تضعوا المواطن فبالتالي سنة لازم تروح إلى العقار